جندي بحري جوي موشد 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 دعارنا الله أردنا الله أردنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منه ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحل مع آخر الأخبار وآخر المستجدد اليوم الإخوان سنشوف واحد صريح ناري من رئيس الحكومة المغربية السابق السيد بن كيران وكيقصف بها حكام الجزائر كذلك سنشوفوا كيفاش الجزائر متخوفة جدا من تأجيل القمة العربية اللي ستكون في الجزائر وناتكج للإخوان ونشراط خريطة المغرب كاملة مكمولة بصحرائها سنشوفوا التفاصيل هذا الموضوع دائما كنتمنو منكم أنكم تدعمونا باللايكات والبرتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا لمتتبعي الأوفياء ما كنت تكلمش عليكم ثم شكرا جزيلا لكم شكرا للدعم ديلكم المتواصل للتعاليق ديلكم الجميلة اللي كتخلي لنا واحد البصمة راقية في القناة ديلكم المتواضعة عالم إسكا على بركة الله سندخلوا صور بالموضوع هنا إخواني أخواتي السيد بن كيران في واحد مؤتمر جهوي يعني في الشرق في الحدود مع الجزائر والسيد بن كيران اللي هو حاليا أمين العام ديال الحزب وكذلك كان رئيس الحكومة المغربية للولايتين يعني مليك يتلفظ بشي كلام ذاك الكلام دياله راه مسؤول الكلام دياله يعني عنده المسؤولية الكاملة عليه وأي كلمة خرجت منه يعني هو رك عارف شنو كيقول لأنه كيعرف الخبايا ديال الدولة المغربية أو المملكة المغربية قال في هاد المؤتمر الإخوان يعني المؤتمر اللي تدار في الشرق على الحدود الجزائرية قال بطبيعة الحال يعني في اللول وجه هاد رزوين لهذا الحكم يعني العصبة الحاكمة قال الله يهديكم إحنا يا أخوت وإحنا يعني خاوة وإحنا مسلمين وكذلك يعني ذكر في هاد الخطب ديالهم حتى الخطب ديال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من لي جلالة الملك وجه واحد الخطب للشعب الجزائري وقال لهم لن يأتيكم الشر من المغرب يعني المغرب ما عمرهم ما غدي أديكم وعمركم تفكروا أن المغرب غدي يعتدي عليكم بعكس الدولة أو النظام العسكري الجزائري الحقود اللي كيربي السموم يعني ديف برامج تعليمية السموم من أجل تحريض على كراهية الشعوب ويعني المغرب من طبيعة الحال هنا إخواني أخواتي كنشوفوا بالنظام العسكري الجزائري مربي أو يعني مركب في الشعب الجزائري واحد للحقد كبير للمملكة المغربية وللمغربة هنا غدي نرجع لكلام ديال بن كيران من اللي أشاد وقال باللي اللي قرب شبر للمملكة المغربية يعني اللي قرب شبر واحد من المملكة المغربية سيرد يعني المغرب باقتحام بدرع أصبحنا الإخوان كنتظروا والدولة المغربية كنتظر يعني هات التهديدات لكل نهار من نظام العسكري الجزائري أنهم يشنوا الحرب على المملكة المغربية لأنه نهارو ما طالوا هات النظام هات يعني العسكر كيهددوا المملكة المغربية بالحال ولكن الإخوان كانت نتادروا يعني المملكة المغربية والمغربة كينتادروا رصاصة وحدة يعني على الوحدة الترابية أو على المغربة يعني فغادي يكون الرد قاسي جدا وكان يعني احتى بوادر الإخوان ديال الصحراء الشرقية هناي الإخوان اللي غادي تسمعوا تصريح ديال السيد بن كيران غادي تفهموا وشنو كان نقول هنا يعني كان واحد البوادر ما دام كيتتكلم السيد بن كيران على الصحراء الشرقية المغربية بطبيعة الحال المغرب كيوجد أنه يطال بالصحراء الشرقية المغربية ودبه الإخوان نخليكم مع تصريح ديال السيد بن كيران كلكم سيارفين كلكم هات مشو تلقاوا الله أشغى تقول الله تعالى أشغى تقول ستقتربوا منكم باعا وإذا اخترتوا منه باعا وإذا أتيتم وتمشون سيأتيكم هرولة ماشي حي تخايف منكم المغرب ما كيخافش المغرب راس مق قرون وهو يحمي الجناح الغربي للأمة الإسلامية والنهار اللي فرنسا بغطرت الصحراء الشرقية للمغرب قال لهم حمد الخميس لله حتاجي والجزائريين وذيك الساعات غير ضعوهما ما هو ما رديتي وش دبا ما ندخلوش في الموضوع ما هي تنقل الكلام اللي دي 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 مكمولة وبسيادة ديال المغرب الكاملة على كامل ترابه في منشور رسمي تحت رعاية الرئاسة الجزائرية هنا الاخوان كما كتشوفوا الصورة امامكم يعني هنا يفضح راسه براسه من بعد ما بقى كيقول لعدة اشهر وكيكدب شأن المذكرة لرسلتها جامعة الدول العربية الى جامع المنظمات والهيئات المنظوية تحت لوائها واللي كتوصي من خلالها باعتماد خريطة المغرب كاملة مكمولة في الفعاليات اللي قدي تنظمها العصابة الجزائرية هنا الاخوان العصابة رضخات لتوصيات الجامعة العربية بحيث تم اعتماد الخريطة المغربية في منشور رسمي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة الرابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والعربية وكذلك الهيئات الممثلة لها واللي غدي تنعقد يوم 20 يونيو الجارب بالجزائر هنا الاخوان نشرات وكلة الانباء الجزائرية الرسمية هذا المنشورة الاخوان واللي كيضمن اولي فيه الخريطة دي المغرب كاملة مكمولة بصحرائها وتشهد يعني اعمال هاد اللقاء مشاركة وفوض رفعة المستوى وممثلة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الممثلة لها في كل من مصر الاردن سودان لبنان فلسطين موريطانيا والمغرب اخواني اخواتي الجزائر قد رصها معزولة وهذا الشي يدفع بها الى البحث على الساحة العربية من خلال احتضان الفعالية التابعة للجمعية او للجامعة العربية لكن اخواني اخواتي الجزائر او النظام العسكري الجزائري تصدم باجماع الدول او اجماع الجامعة العربية بمغربية الصحراء يعني هادو كاملين كيدعموا مغربية الصحراء وكذلك تصدموا بالموقف الاقليمي للمنظمة العربية الداعمة للمملكة المغربية هاد النظام الاخوان انفى ان الجامعة العربية اوسط باعتماد خارطة المغرب كاميلة مكمولة وهنا خرجوا اكاديب وروجوا بزف ديال اكاديب ديالهم والاعلام ديالهم خرج كيقول ما ديش نعتمدوا الخارطة ديال المغرب كاميلة وحنا غدين احتضنوا قيمة العربية بدون خارطة المغرب وهاليوم تفضحوا امام العالم وتفضحوا امام الشعب الجزائري اللي كانوا كيروجوا عليها اكاديب ها هو اليوم الاخوان شفنا الامر واضح ورغم ذلك الاخوان ما خصناش نتقف هاد النظام يعني الحقود هاد بطبيعة الحال ربما تكون مناورة لانهم عارفين باللي الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيت غد يزور الجزائر وكان قال باللي عنده واحد تخوف او انها يأمل ان ما يكونش تأجيل هاد المرة هناي الاخوان الفارب داك يلعب في عب الجزائر شنو غد يديروا غد ينضوا نشروا الخريطة دي المغرب كاملة قبل ما ينضنا عود شي تأجيل اخر ويدحك علينا العالم ويدحك علينا الشعب الجزائري ولكن الاخوان يعني الكلام دي الامين العام احمد ابو الغيت يعني ملي قال نأمل انها ما يكونش تأجيل يعني وما كان شي دخان من غير نار يعني راح عارف شي حاجة وعارف باللي ممكن غد يتأجل لانهم عارفين الاخوان باللي العسكر او النظام العسكري الحاق واللي الشعارات دي اللي لا علاقة لها بالواقع بحكم ان هادش اللي كدير الجزائر ما كيخدمش الوحدة العربية المنشودة وان وحدة وتضامن العربي لا ينهج سياسة تأمر مع قوى غربية ضد بلد جار ومسلم هادش اللي الجزائر كتخلص سياسة دي السوق الجوار حاليا يعني الجزائر على الفترة سوى الدول العربية عارفين باللي كدنهج سياسة ويعني كتتأمر على المملكة المغربية مع دول غربية وده بل الاخوان راها كتخلص سياسة سوق الجوار مع الجيران وما الاخوان وصلنا النهاية دي لهادلا فيديو كنتمنوا منكم الدعم بارتجوا القناة كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا تحياتي لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته